الاحتياط الفدرالي يبقى على معدلات الفائدة عندك خمسة وربع خمسة ونصف بالمئة كما كان متوقعا أهلا بكم في تغتياطنا لقرار الاحتياط الفدرالي بشأن أسعار الفائدة نبدأ بيلقاء نظرة على ردة فعل الأسواق وأنا أقرأ لكم البيان وأبرز ما جاء فيه يقول الفدرالي أن التضخم أصبح معتدلا أو يتطور بشكل معتدل في الأشهر الأخيرة يتوقع أنه سيكون هناك متوسط التوقعات خفض واحد للفائدة في 2024 بعد التوقعات السابقة أو الدوت بلوت السابقة كانت توقعات فيه 75 نقطة أساس نحن لا نتحدث عن 25 نقطة أساس السوق تتوقع اثنين يعني تتوقع خفضين للفائدة الآن التوقعات هي واحد نقطة مهمة نلاحظ أن هذه التوقعات الآن التي تصدر هي بناء على بيانات التضخم السابقة بيانات التضخم التي ظهرت اليوم والتي كانت إيجابية لم تأخذ في الاعتبار وهذا يعني إلى حد كبير كان متوقع طبيعي أنه نبدأ في مشاهدة المؤشرات الآن تقلص مكاسبها هذا ما يحدث لكن أيضا من المفاجآت أنه رفعوا متوسط المساعدة في التضخم الكور بي سي اي انفليشن هو نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بعد أن كانوا يتوقعوا 2.6% هذا العام توقعون الآن 2.8% ويعني طبعا خفض واحد لها الفائدة هذا العام هذا ليس إيجابيا هذا ليس ما يريده السوق لكن السوق تعرف أن القراءات السابقة للتضخم لم تكن فيها نوع كبير من الإيجابية وبالتالي ستنتظر الأسواق ما سيقوله جيرون باول هل سيخفف من هذه الوتيرة أم لا يعني إلى حد كبير هذه لهجة متشددة هذا كان متوقع إلى حد ما أيضا أنه يكون البيان الاحتياطي الفدرالي في لهجة متشددة وأنه بعد ذلك نبدأ في مشاهدة جيرون باول وفي حديثه في اجتماع في مؤتمر الصحافي أنه يبدأ بتخفيف هذه اللهجة بعد بيانات التضخم الأخيرة يعني إذا نظرنا إلى أن هذه التوقعات تأتي في ظل قوة كبيرة لسوق العمل ما زال سوق العمل يضيف المزيد من الوظائف ما زالت هناك ضغوط تضخمية متوقعة لهذا الأعضاء صوتوا بهذه الكيفية والآن هم يتوقعون خفض واحد لألفائدة في الدوت بلوت السابق في الآخر تصويت لهم توقعوا ثلاث عمليات خفض لألفائدة هذا العام وكان من ثلاثة إلى واحد طبعا هذا رقم كبير ما تتوقعه السوق أو ما كانت تتوقع السوق حاليا هو خفض واحد الأسهم لا تبدو متأثرة بشكل كبير وكما ذكرت لكم هذا إلى حد ما كان متوقعا أن يكون هوكش أو يكون اللهجة تشددية بالنسبة للبيان ثم يعود ويخففها الرئيس الاحتياطي الفدرالي بعد قليل حينما يبدأ في الحديث في المؤتمر الصحفي يعني عوائد السندات دعونا نظر على السندات عوائد السندات ما زالت يعني تقريبا تحدث عن 10-15 نقطة تحركات لا توجه تحركات كبيرة هذه التراجعات الموجودة على عوائد السندات اليوم هي تقلصها لكن مازال عائد العشر سنوات مازال دون الأربعة فاصل ثلاثة بالمئة عوائد السنتين أيضا عند الأربعة فاصل سبعة بالمئة رفع توقعات التضخم أيضا إلى حد ما فيه يعني نوع من التخوف من وضع التضخم هناك نقطة مهمة أيضا يجب أن نأخذها في الاعتبار أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة سواء أوروبا أو كندا هذه البنوك المركزية خفضت الفائدة بالفعل وهي أيضا ما زال ديها وضع تضخم في القلق أو في أن التضخم يتحرك في نطاق عرضي عند هذه المستويات تضخم ستيكي أو متجذر عند هذه المستويات وبالتالي الأسواق تعتقد أن الاحتياط الفدرالي سيحذو حذو هذه البنوك المركزية وبالتالي تساعر أنه سيكون الخفض في سبتمبر ما حدث الآن يغير الأمور إلى حد ما ومتوقعون خفضا واحدا للفائدة والأسواق تتوقع خفضين هل سيتغير الموقف ويتغير المشهد بعد حديث جيرون باول هذا هو السؤال من نيويورك أرحب بضيوفي جون ستولفزس العضو المنتدب وكبير استراتيجي لاستثمار في أوبنهايمر أست مانجمنت أهلا مرحبا بك ودكتور براد كيس كبير الاقتصاديين ومدير قسم الأبحاث في ميدل بيرج كوميونيتيز والاقتصادي السابق في الاحتياط الفدرالي أهلا ومرحبا بكما وأبدأ معك جون هل كنت تتوقع أنه يأتي الدوت بلوت بمتوسط توقعات خفض واحد للفائدة الأسواق كانت ترغب في توقعات بخفضين مساء الخير محمد علي أن أقول أنني لم أتفاجأ كثيرا فمنذ بداية العام ونحن نتوقع أن الفدرالي سيخفض مرة أو مرتين متأخرا في النصف الثاني من العام وكل التطورات منذ ذلك الوقت لم تكن مفاجأة لنا التضخم متجذرا كما كان وأرقام السي بي آي اليوم بها تحسن طبعا ولكن الأسبوع القادمة هي التي ستظهر أثر هذه القراءة وسنحصل على صورة أفضل عن توجه الفدرالي هل سيلتزمون بخفض واحد كما يقولون أم سيغيرون وجهة نظرهم بالنسبة للمستثمر لا توجد أي أخبار سيئة ولا حتى هذا الخبر الجديد من الـ FOMC طيب جميل دكتور براد هل ترى أنه هذا أيضا كان متوقعا وهل تعتقد أنه جيرون باول سيخفف اللهجة قليلا ويكون أكثر تساهلا في لهجاته بالحديث عن البيانات والتضخم التي صدرت اليوم ما حدث اليوم لم يفاجئني أبدا محمد وشكرا بالمناسبة على هذه الاستضافة إذن كما قال سيد جون البيانات الاقتصادية منذ بداية العام قد أظهرت الصورة وهي أن هناك اقتصاد قوي وما رأيناه خلال الأشهر الماضية هو أدلة تشير أننا نقترب إلى التوازن في الاقتصاد التوازن لا يعني خفض الفائدة ولذلك أنا شخصيا كنت أتوقع أن يحدث خفض الفائدة في نوفمبر وليس قبل ذلك ومرة واحدة أو مرتين كحد أقصى أي شخص يتوقع أكثر من خفضين كان مبالغ حقيقة في التفاؤل وهذه نظرة العامة أخذا بالاعتبار اقتصاد الولايات المتحدة أعود إليك جون هل تعتقد أنهم اليوم يمكن أن يكونوا في دوت بلوت أخذوا في الاعتبار بيانات التضخم التي صدرت اليوم وغيروا توقعاتهم أو حافظوا عليها أم أنهم لم يأخذوا في الاعتبار ويمكن أن تتغير هذه التوقعات لاحقا دوت بلوت في رأيي كان قد تم تحديده قبل أن تظهر أرقام السي بي آي ولم يتسنى لهم فرصة تغيير أي شيء في رأيي طبعا الوضع الآن هو كالتالي كما قال دكتور براد الاقتصاد وضعه جيد والاقتصاد مرن ولذلك الفدرالي كانت لديه حساسية اتجاه دورة الرفع الفيت فاند هايك سايكل وأن يبدأ بالخفض قبل أن يهدأ التضخم وأن ندخل في ركود إذن كل هذه الأمور كانت تسبب له القلق ولكن بالنسبة لدوت بلوت على الأرجح كان قد تم تحديده وتثبيته قبل ظهور أرقام اليوم أرقام السي بي آي ولكن هناك مرونة دائما ربما يغيرون في الاجتماع القادم لنرى طيب دكتور براد هل تعتقد أنه بعد هذه البيانات لو بفرض أنه التصويت في دوت بلوت كان سابق للصدور البيانات وأنهم لم يعدلوها بعد ذلك هل تعتقد أنه هذه البيانات التي صدرت اليوم تغير أي شيء في المشهد أم ما زلنا نتحدث يعني أن لهجة البيان التضخم يتطور باعتدال ولكنه ما زال مرتفعا كما ذكروا في البيان الآن لا على الأرجح لن يتغير شيء في الفترة القادمة علينا أن نتوقع استمرار لإشارات اعتدال الاقتصاد علينا أن نفهم أيضا أن المعركة ضد التضخم في حد ذاتها هي شيء ولكن ما يقلق الفدرالي شيء آخر ما يقلق الفدرالي هو أن يكون التضخم أو أن يدخل التضخم في منحنة مرتفع مرة أخرى يريدون أن يتأكدوا أنهم لم يتدخلوا في وقت سابق لأوانه بخفض الفائدة وأنهم لا يتسببون برفع التضخم مرة أخرى لذلك خلال الأشهر القادمة علينا أن ننتظر إشارات عن الاقتصاد تشير أنه في اعتدال ونموه معتدل وأن التضخم تحت السيطرة ولا يسوق وضعه قد يسوق وضعه معطيك مثال مثلا إن كانت الاقتصادات العالمية تستجيب بقوة لخفض الفائدة لديهم أو أن يسوق التضخم إن كانت هناك مخاطر حروب عالمية مما يؤثر على سلاسل الإمداد ولكن إن سألتني لا أرجح أي من الاحتمالين ولذلك أتوقع التعيات دا للتضخم حتى نهاية العام طيب أولا نقطة أنه رفع توقعات التضخم إلى 2.8% من 2.6% للكور بي سي إي هذا العام من ناحية أخرى هذا التعليق أنه اللجنة لا تتوقع أنه سيكون من الملائم خفض الفائدة حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم سيتحرك نحو 2% هل معناه أنه يتوقعون تضخم أعلى يتوقعون أنه نحتاج إلى عدة قراءات من التضخم حتى تتأكد السورة هذا يكمل فكرة أنه قد لا يكون هناك خفض قبل نهاية العام أو في نوفمبر في هذه الحالة هل يمكن أن نذهب إلى سيناريو خفض واحد فعلا للفائدة إذا ما استمرت الصورة على ما هي عليه؟ ما يمكنني قوله محمد أن ربما يكون هناك خفض واحد أو لا خفض على الإطلاق فالاحتياط الفيدرالي من هذه النقطة فصاعدا وبعد اجتماع الـ FOMC يعتمد على البيانات أكثر من أي شيء آخر خفض واحد أو لا خفض لن يحدث فرق على فكرة في الفترة القصيرة القادمة علينا أن نفكر أن الفيدرالي على الأرجح لن يرفع الفائدة ولكن هو يريد أن يترك الباب مواربا فإن ارتفع التضخم مثلا بشكل مفاجئ أو كان عنيدا أزيد من اللازم يستجبون بالطريقة الملائمة وفي الأسبوع القادمة ستظهر مزيد من البيانات ولكن نحن نشعر أن الفيدرالي مرتاح الآن أنه قد أدار المعركة بحنكة وأنه وصل إلى مستويات تضخم مقبولة تسمح له بأن يبدأ بالحديث عن الاقتراب من المستهدف ما زال بعيد المستهدف 2% ولكننا في اتجاهنا إليه وتحسن الوضع كثيرا عن السابق إذن هناك التقدم هل سيأخذ فيه الاعتبار أن المركزي الأوروبي المركزي الكندي بنك كندا بدأوا بالفعل وخفضوا الفائدة في وضع مشابه للتضخم هم أيضا ليسوا على يقين من أن التضخم سيستمر في اتجاه الهبوط هل يمكن أن نشاهد سيناريو مشابه هنا أم أن الفيدرالي سيكون داتا ديبندنت ومعتمد على البانات أكثر من هذه البنوك المركزية الرئيسية الأخرى حسنا أعتقد أنه لا يوجد سبب للفيدرالي أن يحذو حذو المركز الأوروبي ولا كندا بالعكس إن كان المركزي الأوروبي وبنك كندا حفزوا اقتصادهم هذا يحفز الاقتصاد الأمريكي وهذا من شأنه أن يزيد من احتمالية أن يكون الاقتصاد الأمريكي والنمو الاقتصادي قوي أزيد من اللازم إذن كما قال السيد جون علينا أن ندرك أمر مهم ما زال هناك احتمال أن يكون النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قوي للغاية لدرجة أن يحتاج الفيدرالي أن يرفع الفائدة مثلا مرة واحدة قبل أن يبدأ بالخفض أنا لا أعتقد أن هذا سيحدث حقيقة ولكن كما قال جون الفيدرالي يريد أن يتأكد أن هذه إمكانية وهذا خيار متاح أمامه وأنهم يديرون واتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل جيد إن كان النمو الاقتصادي في أوروبا أو في كندا محفزا بفضل الفائدة المتدنية هذا أيضا سوف يحفز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ولذلك الخفض الذي حدث في تلك الاقتصادات قبل الخفض المحلي له تأثير جون أنت ما رأيك هل تتفق هنا مع براد أو دكتور براد أنه لن يتأثروا بخطوات البنوك المركزية الأخرى دعني أخبرك محمد أنني أتفق مع الدكتور براد مئة بالمئة حيث أنني أرى أن الولايات المتحدة لها هيكل مختلف عن الإي سي بي ومختلف عن أوروبا أساسا كلها في التعامل مع الواضح حتى كندا مختلفة اقتصادها مختلف هيكلها مختلف ثقافة الأعمال مستوى التضخم والإنتاجية نمو الإنتاجية كل هذه الأمور تختلف في الولايات المتحدة واقتصادها عن أوروبا وكندا والأماكن الأخرى يبدو أن الأمور أقوى في الولايات المتحدة ولذلك هم لن يحذوا حذوا أي بنك مركزي آخر ولكن دائما هناك شعور أن الاحتياط الفدرالي كالبنوك المركزية الأخرى يراقب الآخرين إذن كل بنك مركزي يضع عينه على تحركات البنوك الأخرى الإي سي بي مثلا عندما خفضوا فكروا ربما نعود أدراجنا وأننا ربما استبقنا الأحداث بهذا الخفض إذن التقدم هو المطلوب نحن لا نسعى أوراق البرفكشن أو المثالية في التحرك بل إحراس تقدم خطوة بخطوة والأمور لا تتحسن بين ليلة وضحاة أعود إليك دكتور براد هناك وجهات نظر تطرح دائما أن الفدرالي عليه أن يكون ليس معتمدا على البنات ولكن ينظر إلى المستقبل يقول مثلا منذ قليل محمد العريان يؤكد على نفس هذه الفكرة يقول أنه نظر فقط إلى البيانات الموجودة لا يجعلنا مستعدون لمقاطر المستقبل وبالتالي يعني علينا أن نتطلع إلى المرحلة القادمة ما رأيك في هذا الطرح؟ هل الفدرالي فعلا أكثر اعتمادا على البيانات مما ينبغي الانتظار حتى تتأكد صورة التضخم يمكن أن يعرض الاقتصاد لمقاطر ببقاء معدلة الفائدة مرتفعة إلى هذا الحد؟ الاحتياط الفدرالي محمد يركز على مستقبل الاقتصاد أكثر من أي شيء آخر فهم يستخدمون البيانات من أجل أن يتنبأوا بالحيثيات الاقتصادية المستقبلية تذكر أن هناك 250 اقتصاديا لديهم شهادات دكتوراه يعملون في الاحتياط الفدرالي ولذلك هم يساعدون لجنة الأسواق المفتوحة ويساعدون المشاركين والأعضاء في استباق الأحداث والتفكير في المستقبل وتوقع النشاطات الاقتصادية المستقبلية ولذلك هذه مهمتهم أساسا مهمتهم هي أن يستفيدوا من البيانات المتاحة بجانب خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية وفهمهم لدلالات هذه البيانات وانعكاسها على المستقبل ليضعوا السياسات الأفضل للنمو الاقتصادي المتوقع دعنا نعود إلى الأسواق جون اليوم دعنا نقول أن الأسواق أخذت بيانات التضخم وذهبت بها إلى البنك كما يقولون أن هذا هو الدليل على أن التضخم سيستمر في التراجع أنت قلت أن مرة واحدة خفض فائدة ربما لن يكون خفض فائدة أصلا هذا العام ماذا إذا جاءت قراءات التضخم القراءة القادمة والقراءة التي تليها فيها نوع من التراجع هل في هذه الحالة سيكون الفيدرالي مجبرا على الخفض في سبتمبر وهل يمكن أن تبقي السوق على توقعاتها لهذا الخفض في سبتمبر حتى بعد ما شهدناه من الفيدرالي وما سنستمع إليه من باول على الأرجح الاحتياط الفيدرالي ليس مجبرا على أي شيء لا الخفض ولا عدم الخفض الباب موارب دائما ولكن ما يراقبونه من خلال البيانات كما قال الدكتور براد هو أنهم يستخدمون هذه البيانات ليتنبأوا بالمستقبل البيانات اليوم مثلا أفضل من أي بيانات أتذكرها منذ 1983 وأنا أعمل في مجالي عندما كان بول وولكر ولذلك من خلال خبرتي موقف الفيدرالي اليوم جيد وكلما وضح موقفه لفترة أطول كلما أدركت الأسواق حقيقة الأمور أين الأسواق؟ تمر بمراحل مختلفة مروا بقص ومروا بفترات مختلفة حيثيات متباينة ولكن كان النمو جيد وكانت الأوضاع على ما يرام يبدو لنا أن الأسواق لا تثق الفيدرالي كثيرا ولم تثق به مئة بالمئة دائما ولكن تصلهم الرسالة تصلهم الرسالة أن الأمور ستحتاج وقت وأن عليهم الصبر وفي غضون ذلك سواء كان هناك مستقبل للذكاء الاصطناعي أو البنى التحتية التقنية هنا في الولايات المتحدة وقدوم الانتخابات كل هذه الأمور تساعد الأسواق والرقائق الإلكترونية أيضا والاتفاقات الخاصة بالحلفاء الاتفاقات الحلفاء حول العالم إذن الفكر السائد هنا إن أردت أن تعرف يشير أن الأسواق تتكيف مع الأوضع وارتفعت اليوم مثلا وصلت إلى مستويات قياسية اليوم وارتفعت كثيرا منذ فترة سابقة عندما كانت وصلت إلى مستويات متدنية وحتى ما خفض توقعات الخفض لذلك لا توجد دراما إن أردت الخلاصة هنا في الأسواق بل يهدمون الأمور ويتقدمون طيب جون دعني أسألك أو أسألك سؤال للفولو أب متابعة ما كنت تقول وأنه هل أسواق الأسهم الأمريكية تأقلمت مع كل الأوضاع الآن هل محركة ذكاء الاصطناعي الموجود ربحية الشركات الجيدة شركات التكنولوجيا الكبيرة الموجودة لا تهتم ولا تكترث كثيرا بمقاء معدلات الفائدة مرتفعة وستواصل هذا الرالي وهذا الارتفاع هل تعتقد أنه ما زال أمامنا متسع من المجال للمكاسب لا ما أحاول أن أشرحه هو أن يبدو أنه لا توجد ردد فعل متوترة ولا مثلا ولا مبالغة في ردود الأفعال حيال تحركات الفيدرالي وخفضه مرة بدلا من مرتين مثلا وكأن الأسواق تعطي إشارة للفيدرالي وأنا أنظر إلى الشاشة هنا بالمناسبة إلى موقع بلومبرغ يبدو لي أن الأسواق تقول لن نبالغ في ردة فعلنا أي أن كان التحرك القادم لأن الأساسيات قوية ومن نظراتنا نحن وبناء على الربع الرابع والأرباع الفائتة لأرباح S&P 500 فإن الشركات استوعبت فكرات أن عليهم أن يصبروا لفترة طويلة وبالتالي فكروا هل سنقف في مكاننا أم نتحرك في غضون خفض الفائدة إذن قرروا أن يستمروا في أعمالهم بدون تحركات دراماتيكية وبدون تراجعات حد ولذلك يبدو أنه لن نجد أي مراجعة للتحركات الخضراء التي بدأنا نراها اجتماع الفيدرالي اليوم يبدو أنه يتواصل أكثر مع العامة ومع الأسواق قبل عشر سنوات لم يكن هذا هو الحال هذه الشفافية أفادت الأسواق كثيرا وحتى وإن لم تكن سعيدة بما يقوله الفيدرالي أو تحركاته إلا أن الشفافية والتواصل في حد ذاتهم أثارهم جيد على الأسواق إذن لا أريد أن أطيل عليك ولكن 11 رفع و7 مرات من التثبيت على حسب ما أتذكر وفي غضون كل ذلك لم يحدث ركود وبالرغم من كل ذلك والأسواق تدرك ذلك أشكرك على هذا التحليل جون ستولدسفوس العضو المنتدى وكبير سراجيل استثمار في أوبنهايمر أسات مانجمينت شكرا لك دكتور براد كيس كبير الاقتصاديين ومدير قسم الأبحاث في ميدلبرغ كوميونيتيز والاقتصادي السابق في الاحتياط الفيدرالي شكرا لكم على إثراء هذه الفقرات أيضا دعونا نتابع دوت بلوت تصويت أعضاء الفيدرالي توقعاتهم للفائدة زميل محمد عادل محللنا المالي ينضم إليا ودعونا نناقش هذا الموضوع محمد دوت بلوت السابق ثلاث مرات خفض فائدة 75 نقطة أساس اليوم تحولت إلى خفض واحد لألفائدة الأسواق ترى خفضين لألفائدة وحتى لم تتفاعل مع دوت بلوت الجديد يعني لو لاحظت العوائد السندات بقيت متراجعة كما هي أسواق الأسهم ما زالت مرتفعة نعم مقلصت قليلا لكن لا تبدو الأسواق متخوفة هل هي تنتظر لتسمع جيرون باول أم لا تعتقد أنه ستكون فقط خفض واحد للفائدة يعني حتى الآن محمد خفض واحد يعني هو يعتبر قريب يعني لا ننظر إلى ثلاثة مرات الأسواق لا تقارن ما بين الثلاثة مرات الأخيرة وما بين المرة الواحدة ولكن تقارن ما بين المرة الواحدة التي يتوقع الفيدرالي وما بين المرتين وبالتالي لم يكن هذا التوقف هو صدمة للأسواق ما نشاهد لكن هو أو أكثر تشدد أن الفيدرالي كما ذكرنا في قبل الحديث عن اجتماع المركزي تحدثنا اليوم أن المركز الفيدرالي لن يغير من نظرة التفاؤل أو لهجته حتى الآن نعم قد يتحدث أو قد يشير إلى بعض التحسن لكن لن يشير إلى التحسن الفعلي حتى تظهر العديد من إشاراته وهذا هو النهج الواضح لذلك الأسواق لم تتشأم بشكل كبير توقعات مرتين وهو ما تسعره الأسواق حتى الآن لذا مرة واحدة قد تتغير خلال الفترة المقبلة في حال أن وجدنا العديد من إشارات لكن في البداية نشرح ما حدث خلال الاجتماع اليوم هو دوت بلوت أو تصويت أعضاء لجنة الفيدرال ما حدث خلال اجتماع اليوم أن معظم أعضاء الفيدرالي تغيروا من رؤيتهم لهذا العام أو أصبحوا في المعظم بنظرة أكثر تشددية من النظرة السابقة وهي ثلاثة مرات خفض للفائدة توقعوا بمرة واحدة خفض الفائدة لكن شاهدوا التباين الأهم هو التباين ما بين توقعات خفض الفائدة ثماني من أعضاء الفيدرالي تقريبا كان رأيهم أن يكون هناك خفض بحوالي مرتين هذا العام لكن 11 من أعضاء الفيدرالي كان رأيهم الأغلب وهو رأي هو بخفض مرة واحدة تقريبا يعني لا ننسى أن هناك أربعة أعضاء من الفيدرالي يعني صوتوا نحو عدم التصويت لهذا العام لكن في المجمل كان التوسط أو الوسط التوقعات عند خفض مرة واحدة خلال هذا العام فيما يشير الأسواق باللون الأبيض حتى الآن إلى خفض مرتين لكن في العام المقبل أيضا تغيرت النظرة أن هناك كان يتوقع معظم التوقعات كانت تشير إلى خفض ثلاثة مرات للعام المقبل لكن رفعوا هذا التوقع لأربعة مرات يعني أن أعضاء الفيدرالي يرون أن التضخم سيكون تراجعه أكبر خلال الفترة أو خلال العام المقبل فيكون تأثره وتباطؤه بشكل ملموس خلال هذا العام لذا توقعوا بشكل كبير أن يكون هناك خفض بواحد في المائة خلال العام المقبل لكن هذا العام يتوقعون أن يكون هناك صورة أكثر تشددية طبعا بقي الأصول والتوقعات والتحركات في الأسواق خفضت الأسواق من مكاسبها سواء الذهب أو الأسهم حتى هذه اللحظة شكرا لك على هذا التحليل زميل محمد عادل لمحللنا المالي شكرا جزيلا بالمزيد أيضا من نيويورك رحب بجون بويفن رئيس بلاك روك انفستمين انستيوت أهلنا ومرحبا بك جون كيف تقرأ أولا هذا التغير هل تعتقد أنهم اطلعوا على البيانات اليوم وقرروا أن لا يغيروا في التصويت لأن هذا يحدث فارقا كبيرا إذا كانت أخذت في الاعتبار أهلا بك محمد في رأيي الرسالة التي يمكن أن نستخلصها لا فقط من هذا الاجتماع بالمناسبة بل حتى من الأشهر الماضية هو أن الفيدرالي متشوق لخفض الفائدة ويطوق لذلك ولكنه مجبر أن يلتزم بما تتطلبه البيئة العامة وهي هاير فور لونجر أو معدلات مرتفعة لفترة أطول ولذلك لا أرى تباينا بين البيانات التي أثت وبين تصويت على دوت بلوت فخفض أو يعني خفض مع توقعات الخفض إلى مرة واحدة بدلا من مرتين ليس بسبب أي شيء ولا حتى سيتغير إن كانوا استخدموا بيانات اليوم لأن التضخم متجذر نحن في بلاك روك نراه عنيدا ومتجذرا إذن لا أريد أن أشدد أن البيانات الأخيرة قد تغير أي شيء يعني السوق تبدو وكأنها يعني نعم التضخم إذا نظرنا إليه فهو ست قراءات ربما كلها في نفس النطاق العرضي أو حول نفس النطاق العرضي واضح أنه متجذر لكن الأسواق تقرأ الأمر بأن الاحتياطية الفيدرالي سيخفض في سبتمبر حتى بعد الدوتلوت لم تتغير القراءة كثيرا بالنسبة للأسواق مذالت الأسوم محافظة على مكاسبها عوادث سندات متراجعة توقعات السوق للفائد الفيدرالية كما هي هذه القراءة من قبل الأسواق برأيك جون هل هي قراءة خاطئة؟ لماذا الأسواق تفرد فيها التفاؤل؟ هل هذا ما اعتدنا عليها منذ بداية العام ومنذ العام الماضي؟ نعم محمد هذا يتماشى تماما مع النمط الذي رأيناه خلال ثمانية عشر شهرا ماضية حيث أن الأسواق كانت دائما تركز كثيرا على آخر البيانات وكانت ردة فعلها لكل نقطة بيانية ترد بها تفاؤل ولذلك ردة فعلهم اليوم مشابهة لا تختلف عن ردات فعلهم إذن خبر سار أتى ولكنه خبر واحد والأسواق تفرح به وتطير كما حدث في كل مرة فائتة إذن هذا يتماشى مع النمط الأسواق في مبالغة وردات الفعل المبالغ بها كانت هذه سمة البيئة العامة خلال ثمانية عشر شهرا ماضية دائما ما يبالغون عن ما رأيناه تاريخيا من ردات فعل إذن نعم الأسواق على حق في أن ترى الإيجابية والجزء المملوء من الكأس ولكن عليهم أن يخففوا قليلا من ذلك الآن مع رفع توقعات التضخم إلى 2.8% هذه 2.8% هي ما حصلنا عليه في شهر إبريل أو في بيانات شهر إبريل أن يبقى العام بأكمله التضخم حول هذه المستويات هذا يعني أنه قد نصل حتى نهاية العام ولا يتم حتى تخفيض الفايدة إذا كانوا سينتظرون أن تبدأ البيانات في التحرك نحو الأسفل هل الأسواق مستعدة لهذا السيناريو؟ وهل بقاء معدلات الفايدة حتى نهاية العام كما هي بنفس المستويات؟ لن يحدث أي مشكلات كلما طالت هذه الفترة أرى أن الفيدرالي إن خفض في ديسمبر مثلاً ربما سيكون الوضع متماشياً مثلاً مع توقعات الأسواق الأسواق كانت تتوقع في البداية ست مرات خفض وحتى في 2023 كانوا يتوقعون الكثير من مرات الخفض هذا تغير الآن والآن هم يختلفون عما توقعهم سنذهب إلى المؤتمر الصحفي إلى رئيس الاحتياط الفدرالي جيرون باول نشكرك على هذا التحليل نذهب ممشرفاً مع المهمة الخاصة بنا من أجل تحقيق استقرار الأسعار وتوجه في الكمل للشعب الأمريكي لقد تحقق الاقتصاد تقدماً كبيراً نحو هدفنا المزدوج لقد تراجعت معدلة التضخم شكل كبير بينما ظل سوق العمل قوياً وهذا خبر صار جداً إن التضخم خفض من 7% إلى 2.7% ولكن لا يزال مرتفعاً جداً نحن ملتزمون بإعادة هذا التضخم إلى هدفنا البالغ 2% من أجل تحقيق سوق عمل قوي ومستدم يعد بالنفع على الجميع اليوم قررت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ولا استمرار في تقليص حيازاتنا من الأوراق المالية إن موقفنا النقضي التقييدي يضع ضغطاً هبطياً على نشاط الاقتصادي وذلك تخفيف من الأضغوط التضخمية وسأتحدث بالمزيد عن السياسة النقضية بعد استعراض التطورات الاقتصادية بإيجاز تشير مواشرات الأخيرة إلا أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية على رغم أن نمو نتج المحلي الإجمالي تراجع من 3.4 بيئة المائة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 1.3 بيئة المائة في الربع الأول فإن مشتريات القطاع الخاص المحلي النهائي التي تستثني الاستثمار في المخزون والإنفاق الحكومي والصادرات الصافية والتي عادة ما تعطي إشارة أوضح على الطلب الأساسي إذن نمت بـ 2.8 بيئة المائة في الربع الماضي وهو نفس المستوى من السنة الماضية إنفاق المستهلكين كان قوياً خلال الأربع العديدة الماضية وإن الاستثمار في المعدات أيضاً أمر تفعب المقارنة بالسنة الماضية إن تحسين ظروف العرض قد دعم الطلب القوي والأداء القوي للاقتصاد الأمريكي أيضاً دعيمة على مدار العام الماضي وفي طوقعات الاقتصاد سينقف التجمال لإنتج المحلي مع 2.1 بيئة المائة من المعدل هذه السنة و2.0 بيئة المائة في السنتين المقبلاتين وفيما يتعلق بسوق الوظائف وسوق العمل أصبح أكثر توازناً ولكن اليوم مع كل الاستحداث للوظائف الإضافية إن معدل البطالة لا يزال منخفضاً ولوصل إلى أربعة بئة المائة ولقد صاحب استحداث الوظائف القوي خلال العام الماضي زيادة في عرض العمال وهو ما يعكز زيادات في المشاركة بين الأفراد الذين تترى وأعمارهم بين 25 و45 عاماً واستمرت وطيرة قوية الهجرة لقد تراجع نمو الأجور الإسمية خلال العام الماضي وأقلت الفجوة بين الوظائف والعمال وبالمجمل بسبب المؤشرات إن سوق العمل الآن ترتكز على المزيد من التوازن بعد الجائحة وهناك ضيق ولكن ليس بهذه الدرجة الكثيرة إن هذه الضغوط في سوق العمل ستستمر وأيضاً التوقعات بنسبتي لنا أربعة بئة المائة بنهاية هذه السنة من البطالة وأربعة فاصل أثنان بئة المائة بنهاية السنة المقبلة التضخم انخفض بشكل كبير في أسنتين الماضياتين ولكن لا يزال أعلى من 2% ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجمالي بنسبة 2.7% خلال الـ 12 شهر المنتهي في أبريل باستثناء المجالات المتقلبة أي الغذاء والطاقة ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.8% ومع البيانات التي تصدرت اليوم وهذه التوقعات أيضاً بالارتفاع بـ 3.4% في الشهر الماضي وإن مؤشر أسعار المستهلكين أيضاً ارتفع بيانات التضخم أتت أعلى من المتوقع مع بعض اليسر فيها على رغم من ذلك وإن التوقعات التضخمية لا تزال راسخة على أساس جيد وهذا موضح في مجموعة واسعة من الاستطاعات للأسر والشركة والمحللين والمقاييس من الأسواق المالية تسترشد الإجراءات لتضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.2% في 2026 أنا والزملاء واعون بأن التضخم يفرض صعوبات كبيرة حيث يقلل القوى الشرائية خاصة لأولئك الأقل قدر على تحمل التكاليف المرتفعة للمواد الأساسية كالغذاء والسكن والنقل نحن بهذه الأجراءات نسترشد بمهمتنا لا تعزيز توظيف الكامل وتحقيق استقرار أسعار للشعب الأمريكي ودعماً لذلك قررت اللجنة في اجتماعها اليوم والإبقاء على نطاق المستهدف لسعر الفائدة الفدرية لبين 5.4% وخمسة ونصف بالمئة ومواصلة عملية تقليص حيازاتنا من الأوراق المالية ومع تراجع ضيق سوق العمل وتراجع التضخم في السنة الماضية تحركت المخاطر نحو تحقيق أدافنا المتعلقة بالتوظيف والتضخم نحو توازن أفضل ومع ذلك لا تزال التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة ونحن نولي مخاطر التضخم اهتماماً بالغاً قلنا إننا لا نتوقع أنه سيكون من المناسب تقليل النطاق المستهدف في سعر الفائدة الفدرالية حتى نكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بثبات نحو 2% حتى الآن هذا العام لم تمنحنا البيانات تلك الثقة الأكبر بشكل خاص وكما ذكرت سابقاً جاءت القراءات أعلى من التوقعات وكان هناك تقدم قليل نحو هذا الهدف نحن بحاجة إلى المزيد من البيانات الجيدة من أجل تدعيم هذه الثقة بأن التضخم يسير بثبات نحو 2% نحن نعرف أن تقليل تقييد السياسة النقدية في وقت مبكر جداً أو بشكل كبير جداً قد يؤدي إلى عكس التقدم الذي أحرزنا في خفض التضخم في الوقت نفسه فأن تقليل تقييد السياسة النقدية في وقت متأخر جداً أو بشكل توفيف جداً قد يضعف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير ملائم عند النظر في تعديلات على نطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة والتوقعات المحدثة وتوازن المخاطر بعناية بالنسبة لتوقعاتنا كان هناك هذا تقييم المكتوب من قبل كل الأعضاء فيما تعلق بنطاق الفائدة بناء على كل أفكار وأرى الأعضاء والسيناريو في المستقبل وفي حال سار الاقتصاد على ما هو متوقع سنصل إلى 5.1% في هذه السنة وأربعة فاصلة واحد بالمئة في نهاية 2025 وثلاثة فاصلة واحد بالمئة بنهاية 2026 ولكن هذه التوقعات ليست خطة محددة ولا قرار لأنه مع تطور الاقتصاد سنقيم بشكل إضافي وسنعدل من أجل أن نفي بمهمتنا المزدوجة وفي حال بقى الاقتصاد متيناً وفي حال بقى التضخم عنيداً سنبقي هذا النطاق طالما هو لازم وفي حال ضعفت سوق العمل بشكل أكثر من المتوقع أو بحال ارتفع التضخم بشكل أكبر من المتوقع نحن جاهزون للاستجابة واليوم إن الموقف والسياسة تضمن ذلك وسنتخذ القرارات اجتماعاً بعد اجتماع بناء على البيانات والآثار على المخاطر الفيدرالي لديها مهمتان الأسعار المستقرة والتوظيف الكامل وسنعيد التضخم إلى 2 بالمئة مع الابقاء على وقعات التضخمية مبنية على أساسات جيدة لأن ذلك في ضمن مهمتنا وتحقيقها على المدى الأبعد ونجاحنا يهم كل الشعب الأمريكي نحن نفهم أن أفعالنا تؤثر على المجتمع والأسر والشركات في جميع أنحاء البلاد كل ما نقوم به وفي خدمة مهمتنا العامة وسنفعل كل ما في وصعنا في الفيدرالي لتحقيق أهدافنا المتمثلة في التوظيف الكامل واستقرار الأسعار شكرا لكم أفتح المجال للأسئلة شكرا حضرت الرئيس سؤال من CNBC هل تفسر لنا التوقعات التضخمية بمتوسطها بالنسبة للجنة؟ اليوم 2.8% من مؤشرنا فقط للسلاك الشخصي الأساسي نحن نعرف أن هذا الرقم اليوم 2.75% وكان هناك التوقعات الكثيرة بـ 2.6% في نهاية هذا الشهر هل هذا المعدل من قبلكم لا يأخذ في الحسبان أتقدم في التضخم؟ وهذا سيسوء وفي حال إخطائكم هل يعني ذلك أنكم تخرجون عن المسار الصحيح؟ القراءات بين يونيو وديسمبر كانت منخفضة جداً والآن مع هذه النافذة السنوية كان هناك هذا التراجع وثم هناك القراءة الجديدة التي تعدل القراءة السابقة إذن بالنسبة لنا هناك بعض التحفظ من قبلنا في هذه الأرقام من أجل عكس هذا المستوى المعين من البيانات الشهرية لمؤشرنا فقط الاستهلاك الشخصي إذا ما كان جيداً أو أفضل وهلوتاً على ذلك نحصل على هذه الزيادة على أساس سنوي الآن هل لدينا ثقة أكبر بأن ذلك صحيح؟ ربما ولكن اليوم هناك هذا التحفظ الإضافي في هذه الأرقام وهذه القراءة وربما الحالة تتغير إذن هذه أداة فقط للتوقع وأنا أقول أننا نرحب بالقراءة اليوم ونتطلع إلى المزيد ولكن تعقبنا على ذلك وبحال أتى ذلك بحسب توقعاتكم هل من الغريب بالنسبة لكم عدم خفض الفائدة أبداً؟ هذه السنة بانتظار مؤشر نفقات استهلاق الشخصي ما قلناه هو أننا ليس من المناسب خفض الفائدة حتى اكتسابنا المزيد من الثقة بإتجاه التضخم نحو 2% على أساس مستدام وهذا هو الاختبار الذي نحن فيها اليوم وهذا توقع متحفظ على أساس شهري سيؤدي إلى بعض الارتفاع الطفيف وذلك بحلول نهاية هذه السنة ولكن في حال أتتنا هذه القراءات الفضلة وفي حال رأينا بعض التراجعات سنغير إذن 2.6% أو 7% هذا رقم جيد جداً سؤال من وولثريت جورنل حضرة السيد باول بنظري إلى توقعات نسبة الفائدة أرى 15 أو 19 من الأعضاء يتوقعون خفض أو خفضين هذه السنة أتساءل هل يمكن أن تشرح لنا هذه الفوارق في الأراء مع قراءتين أو ثلاثة لئة التضخم كالقراءة التي أتتنا هذه أو في هذا الصباح هل سيكون هناك خفض هذه السنة؟ فيما تعلق بالتوقعات الاقتصادية أنا تحدثت إلى كل المشاركين في اللجنة وتحدثنا عن الأس إي بي أو التوقعات الاقتصادية ولكن بالنسبة لي رأيت أن الأشخاص يتطلعون إلى نتائج الحميدة بشكل أو بآخر ويقولون أن لا يمكنني أن أفرق بين هاتين النتيجتين القريبتين جدا والمتشابهتين جدا كما سبق وذكرت كان هناك خمسة عشر أو تسعة عشر الذين كانوا عند هذه الاحتمالية بخفض أو مرتين للخفض وأظن أن هذه احتمالية جيدة اليوم وهذا يشير لكم فكرة ورأي اللجنة ولكن ما نتوافق عليه كلنا هو أننا سنعتمد على البيانات واللجنة لديها التزام كبير في هذا المسار ولكن تبقى التوقعات وهذا جمع بين كل العوامل وأيضا ردود الفعل ولكن مجددا الكل سيقول أن كل هذه العمالية مبنية على البيانات وأن الثقة الآن مطلوبة بشكل إضافي إذن لا تظننا أننا نرسل هذه الإشارة القوية عن هذه الاستنتاجات وذلك يخضع لي البيانات دائما الآن فيما تعلق بالقراءات أو الاجتماعات المستقبلية نحن نتخذ القرارات اجتماعا بعد اجتماع ونحن بحاجة إلى رؤية وذكرت وذلك نحن بحاجة إلى المزيد من الثقة من ناحية قراءات التضخم ولن نتحدث عن عدد هذه العمليات ولكن ليس فقط قراءات التضخم ولكن أيضا إجمال البيانات ما يجري في سوق العمل مع توازن المخاطر ما الذي يجب التوقعات بالنمو نأخذ كل هذه العوامل في الحسبان ونطرح السؤال هل لدينا ثقة؟ هل أصبح لدينا ما يكفي من الثقة بأن التضخم سائر نحو 2%؟ أو هل نرى هذه الإشارات غير المتوقعة في سوق العمل وذلك يتطلب استجابة من قبلنا؟ وهذا أمر وارد ولكن حتى الآن نحن رأينا تقرير اليوم ونعتبره تقدما وهناك ثقة التدعم ولكن اليوم ليس لدينا ما يكفي من ثقة من أجل الاتجاه نحو خفض الفائدة هل أنت أو الزملاء غيرتم من توقعات نسبة الفائدة من بعد الحصول على بيانات التضخم اليوم؟ إذن هذا جرى اليوم وهذا أمر وارد بالحصول على البيانات قبيل الاجتماع ولكن في هذه الحالات ما نقوم به هو التالي نضمن أن يتذكر الجميع أنه لديه إمكانية تحديث البيانات أو الأراء وأغلبية الأشخاص لا يغيرون أراءهم في آخر دقيقة ولكن هناك أمكانية متاحة لذلك الآن فيما تعلق بالتوقعة الاقتصادية هناك ما يعكس هذه البيانات التي رأيناها اليوم سننتظر أيضا بيانات مؤشر أسهار المنتجين غدا وغيره من البيانات ولكن أيضا مع القراءة الإضافية لمؤشر أسهار المستهلكين وكيفية ترجمة ذلك مع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ببياناته وكل ذلك سأخذ فيها الحسبان هل نقوم بتغيير أم لا؟ بعض الأشخاص يقولون نعم قد نغيره ولكن أغلبية الأشخاص لا يغيرون الرأي سؤال من بلومبرغ كما ذكرت سوق العمل الآن عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة هل شرحت لنا هذه الفكرة؟ هل تظنون أنه سيكون هناك المزيد من اليسر في سوق العمل للاتجاه نحو 2%؟ أو قد يكون هناك إشارات بأوجه ضعف أو هشاشة في سوق العمل بناء على عدم التوازن الذي كما قلتم انخفض وبناء على الكثير من المقاييس إن سوق العمل من سنتين كانت ملتهبة ولكن اليوم نرى المزيد من التوازن بين العرض والطلب إذن نحن رأينا هذه القوى الداعمة للعرض من خلال المشاركة بعد التعافي من خلال الهجرة وهذا أمر لا يزال جاريا حتى الآن وحتى على رغم من التحديد كان هناك زيادة في العرض الآن فيما تعلق بجهة الطلب رأينا نسبة التخارج من العمل تنخفض وأيضا رأينا نموا في الأجور ينخفض من الرقام العالية جدا إلى المستويات الاخترى استدامة وإن البطالة ارتفعت بشكل طفيف حتى بالمقارنة بالسنة الماضية إذن الارتفاع تدريجي ونجمع بين كل هذه العوامل والبطالة لا تزال عند 4% نسبة تاريخيا قليلة متدنية حتى ولو ارتفعت بشكل قليل وهذا أمر بالغ الأهمية اليوم ومع استحداث فرص العمل وأيضا مع كل هذه القوة على مستوى الوظائف الجديدة قد يكون هناك هذه القوة بالمجمل هذا ما نرى نحن نراقب سوق العمل طبعا والاقتصاد بالمجمل ولكن نلئ الحذر لسوق العمل ونرى هذا الاتجاه التدريجي نحو المزيد من التوازن ونحن ننتظر المزيد تعقبا على الاستطلاعات المذكورة أيضا كان هناك بعض الفوارق بموجابها إذن كيف تفسرون وكيف يغير ذلك من رؤيتكم ووجهة نظركم هذه الفوارق يجب أخذها في الحسبان من أجل فهمها ولطالما نحاول التفكير بكل هذه البيانات من منظر يمكن وصفه بـ 360 درجة إذن بشكل شامل أو كامل على كل البيانات مع كل المعطيات الواردة نحن نترك أمام النتائج وهناك أيضا عدم يقين يلتبس هذه المعلومات والبيانات ولكن حتى الآن هناك هذا التدريج في التوازن في سوق العمل والوظائف الجديدة أيضا انخفضت ولكن هذه النسبة تبقى أعلى من نسبة الأشخاص غير العاملين أو العطلين عن العمل وهذا يذكرنا بمستويات مقبل الجائحة إذن بالمجمل نرى سوق العمل القوية جدا ولكن ليس بهذه القوة بالمقارنة حتى بسنة أو بسنتين إلى الوراء سؤال من أكسيوس فيما تعلق بمسار النسبة التوقعات أظهرت هذا الانحياز عن المسار المتوقع واليوم تقولون أن التغيير ليس دراماتيكيا أو جذريا ما الذي تغير في آراء اللجنة في الأشهر الثلاثة الماضية من أجل رؤية هذا المسار المذكور اليوم إذن توقعت التضخم كانت التغيير الأكبر من الآن وحت حلول نهاية السنة وكما سبق وذكرت ما الذي نفهمه من ذلك كان هناك بيانات جيدة جدا للتضخم في نهاية السنة الماضية وكان هناك التقدم في الربع الأول واستنتجنا أنه ربما سيكون هناك حاجة إلى الانتظار بشكل أطول للحصول على هذه الثقاء الكافية للبدء بعكس السياسة ربما خفض الفائدة قد يبدأ في السنة المقبلة أو في هذه السنة ولكن بحسب المتوسط والمعدلات سيكون هناك عمليات خفض أقل هذه السنة من السنة المقبلة ولكن بالنظر إلى 2025 و2026 يمكن التفكير بهذا المسار عينه ولكن بشكل مؤخر وبسبب البيانات المتغيرة إذن فلننتظر أن تلهمنا وأن تنيرنا البيانات لأن الاقتصاد لطالما دهش المتوقعين بالجهتين واليوم التقرير أيضا حصلنا عليه من ناحية بيانات التضخم وسنرى المزيد من البيانات الواردة وكيف يؤثر ذلك على توقعاتنا كان هذا جزء من المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أهم ما جاء فيه أنه كانوا الأعضاء على الطلاع على بيانات التضخم التي صدرت اليوم وكان لديهم فرصة للتعديل على ما يبدو الأسواق لم تهتم أبدا لهذا الخطاب لم تهتم للبيان الأسواق ما زالت مرتفع أسواق الأسواق مع وعد السندات ما زالت متراجعة السوق حسمت أمورها على رغم من بقاء الفدرالي بنفس التحفظ بهذا نصل إلى ختم هذه التقطيع مشاهدين شكرا للمتابعة وإلى اللقاء